مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس استكمالا لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقة نتحدث اليوم عن التيسير في الزواج مع ضيف اللي نورني وشرفني النهاردة الأستاذ حمدي علام الباحث الديني والاجتماعي اللي نورني وشرفني نورتين وشرفتيني النهاردة يا أستاذ حمدي أستاذ حمدي ماذا تقول عن المغالاة في المهور أولا الزواج الزواج سنة ربانية فرضاها الله عز وجل علينا وأسنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تحفظ المجتمع من الفاحشة من الوقوع في الزل ولكن جئنا هنا في المجتمع كعرفا بالمغالاة في المهور فكثرت العنوثة وكثرت الشباب الغير متزوجين لأنهم غير قادرين على تقديم المهر لأبو البنت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع السيدة فاطمة رضي الله عنها وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه سيدنا علي رضي الله عنه ليطلبوا يد ابنته الصغيرة السيدة فاطمة ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم لها مهر قدم لها مهر قال لا شيء في بيتي قال اتي بدرع قد أخسته درع قد كسبه سيدنا علي رضي الله عنه من أحد الحروب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قدمها إليه وكان ليس له قيمة لكنه قدم لها شيئا تعزيزا وتشريفا للفتاة التي تطلبها من أبيها أن تقدم لها شيئا والقرآن الكريم حسن على ذلك في قصة سيدنا شعيب رضي الله عنه مع سيدنا موسى عليه السلام حينما ثقى لبنت سيدنا شعيب وتولى إلى الظل وجاءته تدعوه لأبيها ماذا قال له قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجر وإن أتمنت عشر فمن عندك ثم اصطحبها بعد أن قضى هذه المدة وذهب بها ثم ذهب بها في الصحراء وقال لها انكسي فإني أرى نارا لعلي أجد على النار هدى فهنا دليل بأن لابد من دفع مهر للزوجة قبل الاقتران بها وهنا دليل أيضا على التيسير ما كان يمكن أن يقدمه موسى لابنة شعيب هو العمل عنده ويخصم من أجره مهرها وقال له إن أتممت عشر فمن عندك الهدية من عندك هنا أتينا في المجتمع الذي نعيش فيه الآن يعني هو أقدم لها مهر إيه بالصف؟ أجره أجر الثمانية حجج أي الثماني سنين التي قضاها مع شعيب يرعى فيها الغنم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا كان يراعي غنم أغلبية الأنبياء كانوا يعملون بهذه المهنة لكنها مهنة مشرفة على ذلك يستفيد منها الشخص كثيرا يستفيد منها ويفهمها البدو والعرب أكثر من أهل الحضر والمدينة أنها تعلمهم الصبر والجلد وتعلمهم الأمانة وتعلمهم الصبر على المكارب فسيدنا موسى قدم لها أجره خلال الثماني حجج لأبيها وقال له أبيها إن أتمنت عشرا فمن عندك ولكن هنا لطيفة هل المهر الذي قدمه موسى لشعيب وقدمه رجل آخر لابنتي أي شخص آخر هل هو من حق الزوج أن يأخذه من الزوجة بعد ذلك أم من حق أبيها ويستطيع أبيها يجوز له أن يجهزها منه هو من حق أبيها من حق أبيها مهر ابنته يجهزها منه يعني العريس أو كده من حق أنه هو يقدم يقدم مهر لأبو البنت أو كده ومن حق أنه ما ياخدوش تاني أو المهر ده من حق يمين بالزبط؟ إن دفع الزوج مهرا لأبيها إن كان أبيها لا يقدر على تجهيزها لا يكلف نفسا إلا وسعه عليه أن يجهزها منه لأن تجهيز المرأة في الإسلام سنة معروفة بين العرب وليست واجبا على الأب أن يجهز ابنته ويستدين ثم يحبس بعد ذلك ويضيع أسرة بأكملها بسبب أنه سيزوج بنتا واحدة لم يحس الإسلام على ذلك يعني معنى كده أنه ليس من حق أو الأب من حق أنه يجهز ابنته؟ نحن لا نوجب على الأب أن يجهز ابنته مش فرض عليه التجهيز الذي نراه الآن من إغلاق بيوت وتشريد أسرة وهدم بيوت نريد أن نوصل للمجتمع أن ما يجهزه الأب لابنته هو ما يستطيع أن يفعله فإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهنا في هذا المجتمع الذي نعيش فيه في بلدنا الحبيب هناك مجتمعات بلاد تأخذ المرأة بسيابها وعلى الزوج كل شيء فهو إذن عرف التجهيز في الإسلام للمرأة من أبيها عرفا وليس واجبا أو فرضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جهز السيدة فاطمة رضي الله عنها أتى بها بأيسر الأشياء ومدح ذلك في أحاديثه في صحيح بخاره وغير أن أفضل النساء أيسرهما مؤنى أفضل النساء أيسرهما مؤنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل النساء أيسرهما مؤنى يعني التي لم تتكلف في تجهيزها في تجهيز نفسها لم تفعل أشياء مسرفة تأتي بكل الأشياء أنت يا سيدتي داخلة في حياة جديدة معك شخص هو مسؤول عنك في كل شيء وله القوام في ذلك فلا تكلفي أبيك ما لا يطيك وأنت تسمعين قضايا الغارمات وتجد خلف الأسوار آباء سجن من أجل أنه أتى بتجهيز أجهزة لابنته وغيرها وعنده من البنات سبع وعشر فلا يستطيع أن يزوجهم كلهم في هذا المستوى فلا تكلفي أبيك ما لا يطيك واعلم أن قوامة الرجل التي أعطاها له الشرع هو الإنفاق عليك هو مسؤول بك بكسوتك ومسؤول بأكلك وشربك ومسؤول بأن يدويك إن مرطي هو مسؤول بكل شيء وإن غاب هذا الشيء ليس له قوامة في الإسلام فلا تكلفي أبيك ما لا يطيك بس دي عدته تقريب يا أستس حمدي دي أصبحت عدته تقريب قلت لك أنه عرف فلا تجبر الأب هنا أن يجهز ابنته ولكن مجتمعنا ما زال فيه جهلا أن يعير البعض البعض بأنه لم يجهز ابنته لم يأتيها بأشياء فارهة هذا يا سيدتي خطأ وهذا ما ازدادت به العنوسة في المجتمع المصري وفي المجتمع العرب عمومة كسرت العنوسة كسرت النساء الغير متزوجات وبلغنا من العمر ما بلغنا وكسر الشباب لم يتزوجوا بعد يبلغ الربعة والثلاثين من عمره ويصل إلى الاربعين والخمسين ولم يتزوج يعني معنى كده أن غلاء المهور سبب من أسباب العنوسة؟ ده سبب رئيسي يا سيدتي إنه سبب رئيسي أنك حينما تقدم إليك الشاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه علي رضي الله عنه وقبله لابنته زوجاً علم في علي الأمانة والدين والخلق إن كان يتوفر في الشخص ذلك فأعطيه ابنتك فلن يضيعها وإن كان فقيراً يعني إن تأخذيهم فقراء يغنيهم الله عز وجل من فضله يعني الأب ما يزودش لا يشترط يبحث عن شيئي عن الدين والأخلاق عن خلق هذا الرجل ودينه وهل هو رجل يتحمل المسئولية كالرجال أم أنه هش مع أول دفعة من مصيبة أو قدر جاء به ينهار وينهار البيت معه ويضيع ابنته والأمثلة كثيرة يعني الأمثلة كثيرة كثرة الطلاق تجد الأب كلف نفسه وأتى بأجهزة كثيرة واستدان من أجل ابنته ثم يزوجه لرجل ربما يظن أنه غني أو أنه زوجاه أو منصب أو غير ذلك وبعد ذلك تتفاجأي بأنه طلق أو أهانها وحينما تقف أمام القاضي يحكم لها بما جاء في قائمة الأساس التي كتبها مع أبيها نقول للآباء عفوا لا تنظروا إلى المهور المقدمة ولكن ننظروا إلى الصداقة الذي بعد ذلك لأنه هو الذي سيدفعه كاملا القائمة يا سيدتي شيئا ضروري إنك تحافظ على ابنتك مؤخر الزواج هذا أكبر من المهر يسر في المهر وشدد في المؤخر لأنه يحجم الرجل يعني أنت عندك سلعة عندك سلعة تريد أن تبيعها لشخص لو رفعت سعرها نظر إليها الجميع ولو خفضت سعرها قالوا أنها بها مرض أو بها عل لكن المرأة هذه شريك لك في الحياة المرأة لا تباع ولا تشتر طب إزاي أنت بتقول لو رفعت سعرها لو نزلت سعرها يقول بها عل وإنت بتقول بتطالب مثلا أباء أن هم يخفضوا مثلا ما يشتروا أنا قلت له خفض في المهر وأزد في المؤخر المؤخر الذي يكتب أزد فيه فهو ضمان لابنتك يفكر ألف مرة حينما يأتي ويتلفز بالطلاق والمرأة يا سيدتي ليست سلعة الآن في المجتمع الذي نعيش فيه ننظر إلى المرأة بأنها يدفع فيها الكثير حتى تؤخذ هي ليست بضاعة هي امرأة نصف مجتمع هي أم هي أخت هي زوجة هي ابنة فلا بد أن نعطيها حقها فالمهر يطفع للأب شيئا من التكريم يعني ثبيل التكريم وهذا ما سنه رسول الله صلى الله عليه الصلاة حينما أخذ الدرع من علي وأحل له فاطمة أن يتزوجها فأسن النبي صلى الله عليه الصلاة يعني الإفراط في تجهيز البنت بيؤثر بالسلبة على الأسرة؟ أكيد قلت لك أنني كنت أعمل في المحامة هناك في الغارميات التي في السجون الآن مضت على نفسها أوراقا لتجهز ابنتها لأن أهل العريس يريد أن يأتوا بأبها لأشياء واشترطوا عليها أشياء لا تشترط على الرجل ألا يشترط على من يطلبه طب ما برضو الأب ما يشترطش على الرب ما إحنا من نديل اتنين منقول الده اخترف اللي بنتك واحد عنده دين وأخلاق ومنقول للشاب المتقدم للزواج يا بني لا تكن مشترطا على هذا البيت في أشياء يعني أنت لا تدفع شيئا مقابل شيئا يا سيدتي الأب هنا في قمة الظلم أبو البنت ماذا لماذا لأنه رب وعالج وكسى وأنفق عليها ربما مرتبه كله وربما يعني ربط على نفسه في أشياء من أجل هذه البنت وأنت أتيت لتأخذها إلى بيت آخر تفتح بيتك تصنع بها بيت لك سكن لك كما قال القرآن يعني واجعلنا لكم من أنفسكم أزوجها يتسكنوا إليها فيسكن لك ماذا استفاد الأب هنا؟ بماذا استفاد؟ وبعد ذلك كله ربما تأتيه مطلقة أو مهانة أو مضربة يعني فلابد أن نخفف الحل العملي أن نخفف الأسقال على بعضنا البعض إن أتاك شابا ترضى دينه وخلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فزوجه ابنتك ولكن أطلب منه مهرا يسيرا كما في ناس مثلا بيطلب مهرا يسيرا هو مثلا بيستخصف عينه أو يقول هي حاجة سهلة أو كده لا ما أنت أنا قلت لك اختار اللي عنده دين وخلق يفهم ذلك ما أنت ما يقدر 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 الشيء يقدر الشيء تمام هو لو واحد دخل بيتك لا يدري بالنظافة شيئا يدخل بنعله ربما يكون متسخا وآخر يفهم أن البيت نظيف فيخلع نعله بالباب تمام يعني بيفهم كل لبيب يفهم بالإشارة إن كنت أنت تحدست مع هذا الشاب وعلمت بأنه زو وعي وزو خلق وزو دين فزوجه ابنتك ولا تخف عليها وكل انظري إلى أغلبية قضايا الطلاق كلها تجديها بسوء أنه فرط في الأسر فرط في الإنفاط بخيلا عليها فرط في أشياء معها لأنه ليس عنده خلق لو كان عنده دينا وخلق لن يضيع أهله تمام لن يضيع أهله أبدا تمام طب ماذا كان مهر السيدة فاطمة بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان درعا قد أخذه سيدنا علي رضي الله عنه في أحد الحروب وحينما جاء يطلب يد السيدة فاطمة رضي الله عنها قال له النبي صلى الله عليه وسيدنا علي كان باستحياء لا ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه وقال لا شيئا في بيت فأنت تعلم بحالي قال أين الدرع الذي كسبته فآتاه به ورفعه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مهر فاطمة بنت محمد من علي بن أبي طال وبارك لهما في زواجه م شاء الله وكانت حيا سعيد زهبت السيدة فاطمة برحاه رحاه كانت تطحن بها الشعيد ونوايا البلح اللي فرس سيدنا علي رضي الله عنه وكانت ينامون كما ينام يعني أقل ما تري ولكنهم كانوا سعداء كانوا سعداء في بيتهم حتى أن هنا لطيف أن السيدة فاطمة رضي الله عنه قامت في ليلة دخول علي بها تصلي لله عز وجل فأمسك بسيابها وقال لها يا بنت العم ألا تريديني زوجا لك فابتسمت السيدة فاطمة بعد أن فرغت من صلاتها قالت أصلي رقعتين لظلمة الكبور يا ابن العم ما شاء الله فهي يعني كان هناك محبة يا سيدي ما شاء الله بالمحبة يذهب كل شيء يذهب العناء ويذهب الفقر ويذهب 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 طب إيه النصيح التي أنت ممكن تقدمها تجاه الأباء والأمهات لمن يتقدم لبراتهم أولا أقول للشباب يا معشر الشبابة من أراد منكم الباءة فليتزوج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الباءة كاليف الزواج أقول للشاب إن أردت أن تتقدم للفتاة كن على خلق ودين ولا تأتي بأهلك ليشترطوا على أبو الفتاة في أشياء ربما لا طاقة له فيها وأعطيه مهرا مناسبا وأنت تعطيه المهر قل له إن أردت أن تجهز زوجتي هذه من مهر هذا ففعل فلا أغضب من ذلك لأنه حق الأب أصلا وليس من حقك ولكن أقول لك ذلك لأن العرف الذي نتعارف به الآن في هذا المجتمع أنكر ذلك وأقول للفتاة يا أبو الفتاة يا أبتي لا تغلي في المهر لا تتغال فيه ويسره على الشباب حتى نقضي على مسألة العنوسة التي تنتشر وهؤلاء الشباب الذين يجلسون في الطرقات ولا يجدوا ما يدفعونه مهرا وينتشر وربما يذهب إلى أشياء لا قبل له بها وربما يهلك فنقول لهم يسروا على أبنائكم ولا تنفروهم من هذا الأمر لأنه أمرا أحس به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول مجتمعا صالحا وأسرة صالحة تفيد المجتمع بعد ذلك طب حدثنا عن الزواج في الإسلام أو أضرب أمثلة كثيرة الأمثلة كثيرة منها ما زقرناه بكصة علي مع فاطمة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة سيدنا أبو بكر لم يطلب مهرا من النبي صلى الله عليه وسلم فكفاه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج أحد الصحابة بما يحفظ من كتاب الله عز وجل وهنا أمثلة حديثة يعني كان لي شيخا يزوج بناته بما يحفظ من كتاب الله عز وجل إن سألك كم تحفظ من كتاب الله نصف القرآن يزوجه ابنته ده حديثا عندنا شيخا كان لنا منذ الصغر فكان يزوج بناته كلهم بالقرآن الكريم إن شاء الله فهل تجد أكثر من ذلك برقة يعني لن يضيعه ده هو واخد واحد حفظ القرآن فلن يضيع ابنته مستحيل ما خدش المال بقى هو المال اللي أزوجه هو اختر الأخلاق ما بصش للمال ما بصش للمنصب هو اختر الأخلاق بس ما يمنعش برضو إن أنا ممكن مثلا إن أنا أختر واحد شخص عنده أخلاق ويكون مثلا يعني متيسر ماديا يكون منصبه كويس بس رقم واحد أفكر فيها اللي هو الأخلاق لا ينفصلها لا بد أن أنت تختار الدين والأخلاق خلي بالك لو اخترت الدين وسبت الأخلاق مش هتجد الشخص قوائم يعني طب في النهاية في نهاية الحلاء بماذا تنصح الأسرة أنصح الأسرة أن تيسر في المهور وأن لا تكلف نفسها ما لا تستطيع حتى لا تهدم البيوت والأسر وتشرد أطفال بعد ذلك وأن لا تتغال في ذلك وأنصح الشباب أن يتقل لها عز وجل في بنات المسلمين وأن يكون زودين وأخلاق وأنصح الأب حينما يزوج ابنته أن يتخير لها من كان عنده دينا وأخلاق ولا ينظر لأشياء أخرى فإنها كلها زائلة ما فيه أبهات بيختاره مثلا الرجل بيكون هو شايفه كويس وكده وبرضه في الآخر بيطلق بنته وبرضه ما بيصناش ما لا هو شايفه كويس من ناحية هي ما هو من ناحية الأب بها شافية هي شافت فيه يعني ما فيه أبهاتها للكل لا هو ربما نظر لمنصب التاعه عشانا يساعده في الحياة في أشياء يعني هو بوصص لحاجة معين يستفيد من وراء ابنته الزواج أو أي حالة الزواج فيه أباء جعلوا بناتهم سلعة يستفيد منها أنا شايفة أن الزواج لما بيكون الطرفين سواء الزوج أو الزوجة واخد الزوج لهدف أو هي واخد الزوج لهدف أو هو واخد الزوجة لهدف عشان بسعن بتشتغل بيفشل بيفشل هو مش واخدها كزواج عايز يعيش وأسرة لا النبي صلى الله عليه وسلم أحب عائشة فتزوجها ووجد نظر الله إلى قلبه فوجد فيه عائشة فأهداها إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهداني الله عز وجل السيدة عائشة في فرصة من حريق قطعة من حريق ملفوفة في قطعة من حريق على يد جبريل عليه السلام فهو بالحب تبنى البيوت فعلا وليست بالمادة هي ما بيبقى فيه هدف في دماغه أي شخص من الطرفين هي واخدها لهدف هو أو هو خدها لهدف في دماغه وبيفشل ستأتي حلقة أتحدث فيها عن المحبة في الإسلام والحب الذي أحس به الله عز وجل لأن الله المحبة نورتني الشرفتني النهاردة بقدم كل شكر وتقديري لحدرتك بقدم كل شكر وتقديري للأستاذ حمد ياعلام الباحث الديني والاجتماعي بقدم كل شكر وتقديري لقناة الصحة والجمال وكل المقيمين على قناة الصحة والجمال بقدم كل شكر وتقديري للسيدةbn المشاهدين انتظروني في حلقة جديدة من برنامج اريج والناس أشوفكم على خير